اشتركوا في القناة ونرى من عجائب ما ورد في سيرته الكريمة عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمل بعضهم أثناء الصلاة تصوره يصلي كان يحمل الطفل أو الطفلة من أحفاده عليه الصلاة والسلام كما يقول أبو قتادة رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يا أم الناس وأمامه بنت أبي العاص هي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه شايلها تخيل يا أخوان شايل حفيدته على عاتقه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها طفلة صغيرة قد تكون تبكي أو فيريد أن يعني يحفظ لها هدوءها وطعمانينتها معه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام بل أشد من ذلك وأروع من ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يحتمل يتحمل ما يكون من لعب من أحفاده وهو يصلي عليه الصلاة والسلام وتأملوا هذا المشهد الذي يقول شداد ابن أوس هذا الصحابي الكريم يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء يعني إما المغرب أو العشاء وهو حامل حسنا أو حسين يعني معه واحد من أحفاده إما الحسن أو الحسين فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه يعني حط الطفل أمامه ثم كبر للصلاة فصلى عليه الصلاة والسلام فسجد بين ظهراني صلاته يعني أثناء صلاته سجد سجدة طويلة أطال في سجوده عليه الصلاة والسلام قال شداد يقول الصحابي من كثر ما طوى النبي صلى الله عليه وسلم في السجود رفعت رأسي ابنظر بشوف ماذا حدث وإذا الصبي الحسن أو الحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي لما تأكد أنه صلى الله عليه وسلم يعني إلى الآن ساجد والطفل فوق ظهره فكملت صلاته وسجدته فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها يعني طولت بالسجود لماذا يقول الصحابة حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن يعني لم يكن هناك أمر ولم يكن هناك وحي قال ولكن ابني ارتحلني يعني الحفيدة الحسن أو الحسين جعله كالراحلة يعني ركب فوقه قال ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته يعني أبيه استانسه راكب على ظهري لحد ما يعني يقضي حاجته ويستانسه ركب عليه ثم أنزله وأقوم من السجود عليه الصلاة والسلام بالله عليكم هل فوق هذا المعنى من الحب والرحمة واللطف والرفق في الأطفال هل فوق هذا المعنى معنى لا والله هذا هو رسول الله هذا هو نبيكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان سنته عليه الصلاة والسلام فاصل يسير ونواصل بتيسير القدر هياكم الله مرة أخرى وما زلنا مع هذه المواقف اللطيفة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف أحفاده وكان الحسن والحسين رضي الله عنهما يركبان على ظهره فلا يغضب قال أبو هرير رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره اثنين يصعد من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسه أخذ بيده يقول السلام أبو هرير يصف المشهد قال فإذا رفع يعني إذا بيقوم من السجود أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا يعني يأخذهم شوي شوي يقول ويضعهما على الأرض فإذا عاد عاد إذا سجد رده أصعده على ظهره يمسكهم شوي شوي ونزلهم ثم يرفع من السجود عليه الصلاة والسلام حتى إذا قضى صلاته أقعدهما على فخذيه إذا خلص من صلاته خذاهم وأجلسهم على فخذيه عليه الصلاة والسلام قال فقمت إليه الآن أبو هريرة رضي الله عنه شاف هذا المشهد وله وجهة نظر قال فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهم يعني أو أردهم أو أديهم البيت يعني لا نحن نصلي وخاف أنهم مشغلينك أردهما قال فبرقت برقة فقال لهما الحق بأمهما الحق بأمكما النساء السلام يعني خلاهم يروحون البيت بكل هدو وبكل لطف منه صلى الله عليه وسلم ومما يذكر في سيرته العطيرة عليه الصلاة والسلام ما جاء من قول أبي بكرة إن النبي صلى الله وسلم كان يصلي فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه يصعد على ظهره وعلى عنقه وهو ساجد قال فيرفع النبي صلى الله رفعا رفيقا ما يطيحهم يرفق بهم عليه الصلاة والسلام لألا يصرع يعني عشان ما يسقط هذا الطفل قال فعل ذلك غير مرة أكثر من مرة فعل هذا الأمر فلما قضى صلاته قالوا يا رسول الله صنعت بالحسن شيئا ما رأيناك صنعته قال النبي صلى الله سلم هذا الرحيم الكريم الحليم قال إنه ريحانتي من الدنيا يعني الحسن حفيد النبي صلى الله عليه وسلم ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا والريحان يا أخوان ما يشتهى شمه من خضرته اللون الأخضر والريحة الطيبة واحد يسعد بالريحان قال إنه ريحانتي من الدنيا وإن ابني هذا سيد أي يشير إلى الحسن رضي الله عنه وعسى الله تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين اللهم صل على رسول الله وارضع عن الحسن وأنساء للصحابة أجمعين وإلى لقاء أخرى بإذن الله نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته